أمت الله من أسبانيا تقول يعني في شخص يعني كسبة محرم يشتغل في المخدرات تقول وأراد أن يعطي شخص فقير مبلغ مالي حتى يحج من السنة القادمة يعني تقول كلفتني أخت أن أسأل فقلت لهذا الفقير يعلم بأن هذا المال حرام قالت نعم تسأل فيما لو إذا حج ما حكم حجه أختي الفاضلة أمت الله من أسبانيا بارك الله فيك إذا كان يعني هذا الشخص قد حج بهذا المال الذي أصل كسب محرم من شخص آخر فإن الحج الصحيح في قول جماهير أهل العلم جماهير أهل العلم يقولون بأن الحج صحيح وذلك لانفكاك الجهة ولأنه ليس من شروط صحة الحج أن يكون المال محرم ذهب بعض العلماء إلى بطلان الحج وهذا قول مرجوح إذا كان هو الحاج قد اكتسبه من حرام إذا حج يقول إذا حججت بمال أصله سحته فما حججت ولكن حجت العير لا يقبل الله إلا كل صالحة فليس كل من حج بيت الله مبرور لكن جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن الحج صحيح مع إثم الكسب هذا إذا كان هو الذي كسب المال الحرام أما إذا كان شخص تجارته مثلا مثل ما ذكرتي محرمة و جاء أعطى شخص مبلغ مالي و قال حج في هذا أو بغيت حج مثلا يكون الحج صحيح بالنسبة لهذا المال لأن الراجح من قول أهل العلم في هذه الصورة أن الحرام ما يتعدى ذمتين أن الحرام ما يتعدى ذمتين الحرام على الكاسب وأما الفقير هذا ما علي شيء لكن إذا حب أن يتورع يقول لا أنا ما أريد هذا شأنه لكن لو حج حجه صحيح وللله الحمد